هنا البنات المكتشوك تجيرها الطريقة بحل هكا كيف مرا كونتشوفو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت لمن تكونوا بخير وعلى خير وانتوا مكتشوفو هالفيديو البنات هنا بصراحة دياتة راقتي في بولفاف ولا في القطبان المهم هنا انا كنخلط القلب مع الكبدة كيف مرا كونتشوفو معايا كين اخوات اللي كي قطعوه بصراحة ترونش ولا كنا كي قطعوه طويل انا منفضل نقطعوها كمورسو يابس ما نديرها مش كبار بزيف ما نديرها مش صغار يعني بصراحة يعجبني يكون مقطع هكا بحال شكل ديال الكبدة يعني ينقطع مورسو كين اخوات اللي كي خليهو بصراحة طويل غير قطبان بحال هكا كي يقطعوه ويخليوه طويل انا هدا والطريقة المفضل عندي البنات بالنسبة لكي بداع البنات بزيف ديال الاخوات بصراحة اللي كي شويوها اللي كي شويوها عاد كي قطعوها بصراحة انا جربتها وضقتها عند الناس وجربتها ولكن ما عجبتنيش بصراحة عن البنات كي جي باسلا ما كيدخل فيها يمعا هي فيها واحد واحد المضاق كي ما كتعرفو الكبدة كتكون شوية من جهدة ويلا شوينها هكا كما فيها لام الحالة لا زمعت ريالة اشي حاجة كي جي باسلا ما نصحكمش بها هدية طريقتي انا اه في الكبدة بعد ما كان قطعها مورسجات ما كان قطع مش صغار وما كان قطعها مش كبار يعني كي كونها متوسطين وكي ما كان قطعها هكا يعني ما زالة اه جديدة ما زالة طريقتي اه كندلها اه كندلها الشرميلة ديالها وتشرميلة ديالها بصراحة اه تخليها فيها واحد ربع ساعة ولا عشرات دقايق ولا نصف ساعة وبصراحة قداش ما طولت قداش ما كدخل في هادك التوابيل قداش ما كتجي بنينا على البنات وهنا مبعد ما كملتها بتقطاع هنا غد نضير هاتتوابيل ديالها اللي غد نرقدم فيها هنا يا عندي معلقة كبيرة ديال قصبر ومعد نيوس وهنا عندي معلقة ديال الكامون عندي معلقة كبيرة ديال التحميرة وعندي معلقة صغيرة ديال تومة تومة غبرة وعندي راس المعلقة ديال السودانية وعندي معلقة صغيرة ديال الملحة اهنا غادي نضيف كل شي يعني نضيف ذاك القلب والكبدة غادي نضيرهم مخلطين بصراحة كما راكم تشوفوا معايا وغادي نضيف عليهم توابل ديالهم معلقة كبيرة ديال التحميرة راس من علقة ديال السودانية فلفلة حارة معلقة صغيرة ديال الملحة تومة غبرة معلقة حتى هي صغيرة معلقة صغيرة ديال الكامون عامرة هنيا معلقة كبيرة ديال القصبر ومع الدنوس انا بصراحة هادرتهم من الكونجلاتور يعني من الفريقو وهنيا زيت واحد شوية ديال الزيت المائدة وغادي نخلطهم مزيان وغادي نخليهم مشرمدين هكي دخل فيهم تشرميلة ديالهم احتل على فكرة احتل احتل الشحمة انا شرملتها درت لها تشرميلة ديالها احتى هي يعني باش مجيش بسلة درت لها الملحة والكامون يعني درت لها تشرميلة احتى هي باش مجيناش بسلة هي هذي كما راكم تشوفوا معايا وهنا غادي نبدا كنلف يعني كن على السمه بولفاف يعني كلفة لها هكا ونضي لها دورة ولا جوج وغادي نبدأ ندخل في القطيب ديالي باش ندن شوي يعني بصراحة ما نكتر لها شحمة بزاف ما تكتروش شحمة بزافة البنات يعني راها غير محي تتبرا ولا كل شي كيدر في صحة بصراحة راها كل شي ولينا كانت شكاو من كل حاجة في الجيس ديالنا ما نكتروش ار هي هكام على شحمة تعتى واحد الماضاق مغير على باش نشوها شوي عادي وينا غادي نخليهم تاسعين ما غاديش نديرهم مزيرين يعني غادي ندير كل الطيب فيه خمسة ديال الحبات ونخليهم تاسعين باش يقدروا يدخلونا فيهم الطياب انا ما كان حملش صراحة اه بنسبة للحام ولا الكبدة ولا ما كان بغايش يكون خضرين ما كتعجبيش باش لحمنا كله خضر يعني اي حاجة اللي اللي فيها الدم ما كان بغايش ناكلها خضرة كان الناس ما كيطيبوش بزاف ولكن انا كتعجبني تكون طيبة يعني يدخل لها الطياب و هكا يعني باش جي بنينة و جي طيبة ما غسكمش تلسقوه يعني الكبدة مع بعض ديتها وغادي نستمر هكا يعني بهالطريقة ها نلف لفا ولا جوج وندخل في القطيب كل القطيب وغادي ندير فيه خمسة ديال الحبات ومبعد ما كمنا كيجيوه لها الطريقة هكا كما راكم تشوفو هانتما كتشوفو البنات وهنا غادي نبدأ نشوي الكبدة ديال نولاب والفاف انا هادا درت فيه الماء بصراحة درت فيه الماء باش ما يبطلقناش الدخان بزاف يعني ذاك الشحمال اللي كتقطر كتقطرنه في الماء باش هكما ما يوليش قوة الدخان وانا را منوع يشوفو الدخان استقوك يعيطو لكل البوليس را يعني منوع الدخان يشوفو صافي هاتش لكينا لبنات وحسب دروري طيب نزيان يعني الاجناب اي 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 ماشي محروقة و لكن جاي طيبة مزيانة بصراحة جات بنينا فا نعود لكمش اااااااااااااااااااااا كيفا جات ابناء دياله و طب ترحقها و طريقة وتشرمي لا دخل تشيان مزيانة كما راكم تلاحظو معايا للدخان راك يتلع و لكن في البلاسة كيرجع كيرجع يعني ماشي بحل تبارك الله للناس اللي في البلاد. وهكا نكونوا كمنا وهذه الطريقة النهائية يعني يدوي الشكل النهائي. ها هو مع كويس ديالتي مع اخبيس ديال الدار. وكنتمنى هاد الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم. وما تنسونيش. اه في اللايكات والاشتراك. ونتمنى تجربو هالطريقة اللي انا درت بها الكبدة بصراحة. اه طلعت زوينة. كي ما ركن تشوفو ما محروقين ما حتى شي حاجة. طابوا لحقهم وطريقهم. ولي عجبكم هال الفيديو اه خليوا تعليق زوين. ونشكركم بزاف. نشكر الاصديقاء وصديقات اللي كيشيركم معي في القناة. اه ديال قناة ملك باري فلوك. وشكرا لكم. ونطلقوا في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.